بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مشاهدين الأعزاء ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نسق ودلالة لنرحب سوية بضيف الدائم للبرنامج جناب الدكتور أباس أهل وهب الشمري حياكم الله دكتور وأنا وسلمكم الله يسلمكم مشاهدين الأعزاء لازلنا نحن في رحاب سورة النور وفي الحلقات السابقة تكلمنا عن معنى النور نور الله ولماذا شبه نفسه بالمشكات وما هو دور شجلة الزيتون وما هو الشرق والغير في هذه الآية والدلالات الأخرى التي تكلمنا في الحلقات السابقة يمكنكم مراجعة هذه الحلقات لفهم السياق العام للصورة في الموقع لقناة كربلاء الفضائية واليوم وصلنا إلى موقع وآية في غاية الأهمية والتي تتكلم عن موضوع ومرض ابتلى الله به كثير من الناس وهي الآية الشريفة الآية 39 من سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بغيعة يحسبهم طمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب دكتور هذه الآية تتكلم تعطي صورة وكأنه يعني القرآن يرسم مشهدا وسيناريو يتخيل للإنسان أن هناك رجل يسعى نحو الماء يسعى نحو وصول إلى ماء ليريع عطشه ولكن بالتالي يجد أن هذا مجرد سراب وأنه خدع بصريا من خلال هذه السعي وذهب سعيه هباء منثورة ومن دون أن يجد أي شيء دكتور هذا الموضوع الخدعة وعدم الوصول إلى طريق الحق هذا الموضوع الناس اليوم مبتلون به يعني ليس فقط اليوم منذ بعثة النبي أو حتى قبل بعثة النبي منذ خلق آدم ومنذ الخلائق الأخرى كل البشرية مبتلات بهذا الموضوع أنهم يخدعون بما يسمعون يخدعون بما يرون يخدعون بما يقال لهم السؤال هنا دكتور هؤلاء يسعون نحو طريق الحق مثلا لنضرب مثالا أن أهل النهر روان كما قال إن صحت قول الإمام علي عليه السلام وإن صحت الروايات أنهم قال أنهم أرادوا الوصول إلى الحق ولكن أخطأوا طريق الحق إن صحت تعبير أرادوا أن يصلوا إلى طريق الحق أرادوا أن يحققوا الحق ولكن في نهاية المطاف وصلوا إلى سراب لم يجدوا هذا الماء لم يجدوا هذه الحقيقة هنا حقيقة هم كانوا يسعون نحو الحقيقة هم حقيقة كانوا يسعون نحو الله ولكن أخطأوا طريق فهل يعني إن صح التعبير هل من الإنصاف أن يعذبوا في النار وهم كان في نيتهم أن يصلوا للحق ولكن أخطأوا الطريق نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطهرين طبعا إذا رجعنا على المقدمة التي حضرتك قدمتها قد يتوهم بعض بأنه نواياهم كانت سليمة لا الآية لا تتحدث عن النوايا يعني ليس بأنه هو كان يقصد هذا الشيء ولكن كان يتماشى الدليل مع مراده بمعنى نحن لا نستطيع أن ندخل الآن في النوايا لأنه إذا ضمننا الإخلاص فقد ضمننا الهدى يعني هذا مبدأ الله تبارك وتعالى حاشاه حاشى عجله وحاشى إحسانه وحاشى لطفه أنه هناك من يكون مخلصا في طلب الحقيقة ثم الله تبارك وتعالى لا يوصله إلى الحقيقة لأن الفكرة هنا إذا قلنا بأنه هو على وجه الحقيقة طلب الهدى أو طلب الماء أو طلب أن يصل إلى مبتغاه الحق لكنه أخفق نتيجة التواهمات لا هو لم يبذل الوسع في الفحص لذلك أنتم في البداية قلتوا خدعه بصره وهنا بالفعل التعبير الدقيق أنه البصر ممكن أن يخدعك فلا بد أن تعود إلى أوليات معينة لأنه التحقق والتدقيق في الوصول إلى الله مطلوب يعني أنت الآن إذا أردت أن تعمل مثلا أي شيء في دنياك له مساس مباشر بأن مثلا تحقق في الدنيا مكاسب معينة وأيضا لأجل الدنيا فأنت لن تجري بالأمور بهذه العجالة الآن لاحظوا لأكالناس الذين يدخلون المشاريع مثلا أغلب هؤلاء يبحثون ويدققون ويسألون عن الشخص الذي يريدون أن يتشاركوا معه هل هذا الشخص أمين غير أمين فما بالك بالطريق إلى الله لماذا أنت تبايع طواغيتا لا لشيء إلا لأنك مثلا توهمت أو اعتقدت أنه حشر مع الناس عيد مع الناس هكذا يعني أصلا لا تفحص وإنما تجد مثلا شياء لحالة معينة وتركض وراءها الآن إذا أردنا أن عفوا دكتور قبل أن ننتقل ولكن الآية هنا واضحة يحسبه الضمآن ماء يعني الضمآن هو الذي حقيق ضمآن ويبحث عن الماء ليروي عطشه وكأن هنا تشبيه لأولئك الذين في الحقيقة يبحثون عن طريق الصواب يعني هم ضمآن للحقيقة نعم أنا لا أعترض على هذا التشبيه لكن فقط لا يتوهم أحد بأنه هو يكون في داخله مخلص تماما وأنه تنتهي حياته بأنه لا يصل إلى الحقيقة لأن الله تكفل بذلك وتكفل بأن الهدى عليه وأنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سبيع عن بصرة إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر السبيل مهدى من الله والهدى يأتي قبل السراب يعني بمعنى الإنسان في الأصل يوضع على طريق الهدى ذهاب إلى السراب هو عملية خروج من الهدى الأصل يعني خروج من النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات بعد ذلك يبين الله تبارك وتعالى خصية هذا النور وهذا الهدى إلى أن ينتهي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصار رجال لا تليهم كل هذه الأمور بيّنها الله وبيّن البيوت لكن عندما تأتي أعمال الذين كفروا يأتي أحد ويتوقع بأنه هذا الشيء جيد وهذا الشيء لطيف وهذا الشيء جميل وهذا مقرب إلى الله في مقابل ماذا؟ في مقابل عدم الرسوخ وعدم الالتفات إلى الهدى الذي عليه فهو سينسلخ عن هدى الله يعني مو المرحلة أنه هو ابتداء يبدأ من نقطة الصفر أو نقطة البداية ويتجه نحو السراب لابد أنه يسحب نفسه من الهدى باتجاه السراب يعني لنعبر عنها بهذا التعبير الواضح الذي لا يبس فيه عندما يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ومغديركم ويجمع الناس ويقول لهم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم قال فمن كنت مولاه فهذا علي المولاه اللهم والي من مولاه وعادي من عدا وانصر من نصره واخذل من خذله هذا الناس هنا والناس تشاهده هذا هو النور هو المشكات هو الهدى تعيين مباشر لأمير المؤمنين بذات ولاية رسول الله أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني علي عليه السلام هنا في هذا النص هو أصبح أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد رسول الله هذا ثبوت عندما تأتي أنت بعد ذلك وتسحب نفسك من هذه البيعة وهذا النص في زمننا الحالي لنتحدث عن النص عندما يأتي أحد ويريد أن يسوف هذا النص ولا يلتفت إلى هذا الموقف الكبير الواضح الجلي ثم يتجه بعد ذلك إلى ذرائع أخرى هذه الذرائع من ضمنها مثلا بأنه أنا الناس قد وجدت كذا فعلينا أن نكون مع الناس لا بد وأنه يعني لا يمكن أن يكون هؤلاء قد يعني غيبوا ولا بد أنه مثلا عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف يبدلون وهم مثلا أصحاب رسول الله وتبدأ مثل هذه الذرائع على وينها العامة البعض يجد إياه هذه يعني كيف يكون شخص يعيش مع الرسول لو كانوا فهموا العمر كما نفهمه فلا بد أنهم كانوا يلتزمون هذه الاحتمالات التي أنت تضعها من عندك أنت أمامك نص جلي نص لا لبس فيه نص احتياطا عليك أن تكون معه لأنه أنت تستطيع أن تأخذ حجتك إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة وتقول له أنت قلت على لسان رسولك بأنه من كنت مولاه فأعطى علي المولاه أنا وليت أمير المؤمنين انتهى الأمر هنا أنت قلت اللهم والي من ولا فأنا أينما أجد علي بن أبي طالب أكون لسقه وأتبعه هو والي وأي أحد يأتي بأمر آخر أو بولاية أخرى أنا أرفضها لأنه أنت صاحب النص الباقي لا يوجد عندك ذريعة لأنه هنا هو الذي نطق أو الوحي نطق على لسان الرسول بهذا التعيين أو بهذا التنصيب بالمقابل الأشياء الأخرى أنت افتكرتها يعني لا يوجد عندك نص يقول لك أينما وجدت الأصحاب فاذهب معهم لا يوجد أنت لا بد أنه تفحص بدقة لا يوجد عندك ناص بأنه أنت عليك أن تتبع الأزواج لا يوجد بالعكس يوجد عندك نصوص أن الأزواج تقر في بيتها مثلا يوجد عندك نصوص تلزم الأصحاب لأنه اللهم والي من ولاه وعادي من حاده وانصر من نصره واخذ من خذها موجهه في المقام الأول إلى الصحابة يعني هذا النص تلقاه أول من تلقاه هم الصحابة فإذا هؤلاء كانوا ملزمين بموجب هذا النص بنصرة وموالاة أمير المؤمنين كلهم قاطبة إنت الآن بعد هذا الزمن بدأت تنظر إلى الموقف وكأنما الأصحاب أصبحوا في مقابل يعني ولاية الأصحاب في مقابل ولاية أمير المؤمنين لا هؤلاء ليست لهم ولاية هم مؤمورون بولاية أمير المؤمنين هكذا الموقف كان إذن كل ما تدعيه وما تحاول أن تحققه طبعا لا يتحققه بالطريقة البسيطة وإنما لا بد من التأسيس الأولي والتأسيس الأولي أنه تتحول القضية التي تلقي مثل هذه الأمور تلقيها بعناوين مؤسساتية أولة بعناوين لها عنوين علمية كأن يكون هذا الشيخ الفلاني العالم الفلاني شيخ الإسلام والمسلمين شيخ الماء هذا إلى أن تصل إلى مرحلة لديه طلاب وتلاميذ ولديه مؤلفات ثم الآن لديه قنوات فضائية إلى أن تصل إلى مرحلة تبدأ الأشياء تغلف وكأنما هي هالة هي سراب لماذا؟ لأنه مبنية على شيء وهمي إنعكاسي ليس له حقيقة السراب عادة يمثل إنكسارات معينة لكثافات معينة يبدو فيها الضوء يبدو فيها الضوء وكأنه يعطي ملمحاً تموجياً أو ماء فهنا نفس الشيء عندما يأتي أحد بعناوين تبدو عليها بأنها عناوين دينية أنه أنت عليك أن تكون مع كذا والجماعة والصحبة هذه كلها عناوين أنت الذي تبحث عنه في الحقيقة هو تبحث عن المشكات التي الله تبارك وتعالى وضع النور فيها موضعاً لا يكون معه اشتباه ولا لبس دكتور بخصوص هذه الآية يعني موضوع السراب وموضوع السعي نحو السراب وموضوع الخدعة خدعة بالكلام والخدعة في الايديولوجية التي تطرح للناس الآن هذه الآية هي آية يعني تبين أن بعض الناس هم في هباء سعيهم في هباء لم يحدد أي شيء الآن تدخل التأويلات نحن نعرف أن اليوم الناس ضحايا تأويل أنا أو ذاك الشخص البعيد لعله يخدع بالتأويل تأويل القرآن هو القرآن واضح هذا ولكن عندما تذهب مثلا إلى مذهب الفلاني يفسر هذه الآية يقول بأن ذاك الآخر هو الصاحب الخديعة وهو الصاحب السراب وأنا على حق عندما تذهب إلى اليهودي يقول ذاك المسلم هو الصاحب السراب عندما تذهب إلى المسيحي يقول اليهودي هو صاحب السراب فهذه السراب من يحدد معنا هذا السراب لأنه كل شخص يعتقد بأنه هو نحو الحق يعني عندما عندما تذهب إلى مثلا أتبع المسيح عليه السلام تسألهم أن نحن على حق وأن الآخرين بالأخص المسلمين هم أصحاب لعلهم يشفعون بشفاعة المسيح إذا كانوا أناس طيبون ولكنهم بالتالي يذهبون ويسعون نحو السراب هذا السراب من يحدد معنى السراب ومن هو الذي يسعى نحو السراب هذا طبعا آية وكأنها عائمة يعني تقبل عدة تأويلات وعدة تفسيرات كل مذهب وكل حزب سياسي يقول بأنني صاحب الحق والآخر هو صاحب السراب يعني ممكن نحن أن نأتي إلى التبسيط الشديد لهذا المعنى أولا لا بد أن نحدد المهام لكل فئة أو كل مجموعة الله تبارك وتعالى أوكلها إليها نحن الآن على المستوى الديني يعني على مستوى الدين الذين يؤمنون بأن لله تبارك وتعالى دينا ويريدون أن يتقربوا إلى الله بواسطته كلهم لأن أنت جئت بالمسيحية واليهودية لنعمم كما عممتم نقول كل الناس عدا من يختارهم الله بنص جلي ليس يختارهم عبر اقتراحات بشرية هو يختارهم كل الآخرين يعتبرون منصدعين منفعلين بالدين منفعلين بالتأويلات التي تصدر عن المختار هنا تساوت الأشياء والقرآن قبل ذلك ساواها لأنه وضع المؤمنين أو الذين آمنوا وضع الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين في موضع واحد أو موضع شروع واحد نعم قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه الآية تعني بأنه جميع الشرائع اللي موجودة لهؤلاء الشرط الذي إذا حققوه أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر فهم ناجين ولهم بشرة لهم أجرهم ولهم البشرة إذن وضعهم الله تبارك وتعالى على موضع واحد في مقابل ماذا أن مسافتهم عن الإيمان بالله تكون واحدة ما هو الإيمان بالله لأنه هنا الشرط من آمن منهم بالله واليوم الآخر إذن الذين آمنوا لنمثرهم الآن بالمسلمين الذين هادوا النصارى الصابئين كلهم وضعوا على خط واحد والشرط للنجاة هو الإيمان بالله واليوم الآخر يعني هناك حساب فلابد أنه تراعي هذا الشيء وتؤمن بالله ما هو معيار الإيمان بالله يعني الإيمان بالله إذا أدخلناه على مستوى التأويل فالكل ممكن أن تكون مؤمنة بالله لكن الآن على مستوى الضابط لتحقيق البشرى يفترض بأنه الإيمان بالله لا بد وأنه يتم عبر الأنصياء واتباع من يختاره الله تبارك وتعالى كتمثيل لتحقيق مراده ورضاه يعني لا يمكن للذين آمنوا اللي آمنوا ولا يمكن لليهود ولا يمكن للنصارى ولا للصابئين أنه يقولون نحن آمنا بالله على وفق رؤيتنا لله لأن هذا تميع للقضية إذن لا بد من وجود منهج صارم ما هو المنهج الصارم؟ هو منهج الولاية يعني لا بد أن يوالوا من ينصبه الله وليا صحيح تريد تبقى على شريعتك تبقى هذه القضية حساسة ومهمة يعني لو فتحت سنجد بأنه الدين الإسلامي الدين الإسلامي اللي جاء به خاتم الأنبياء ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى شريعة وينقسم إلى منهج كما باقي الأديان تنقسم إلى شريعة ومنهج الأصل اللي وضع رب العالمين لتحقيق الإيمان به هو أن تؤمن بالمنهج الشريعة يطبقها أو تطبق على وفق المنهج نعم يعني بمعنى لو أن يهوديا أراد أن يؤمن بالولي نعم لكن أراد من الولي أن يطبق عليه شريعته وليس شريعة الإسلام لو لاحظ الدين الإسلامي في الكتاب دائما يشير إلى أنه التوراة فيها نور بحيث يعود إلى أنه يحكم بها النبيون الذين هادوا في آية جدا مهمة إذا يقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله هذا يعني أن الشرائع بما هي شرائع لو طبقت على وفق تأويل الولي المنصوب من الله فما يوجد إشكال يعني قصدك دكتور أنا أفهم هنا هناك يعني تسامح فيما يخص لا ليس تسامحا لكن الشريعة ما دامت من الله مو المحرفة مو أكون نقطة يعني لا موانا إسألت أنت تفضلت أنه لو طبقوا حكم الله في التوراة لا يطبقونها حسب مثلا حسب ولي الله مثلا الذي كان موسى وهارون وذي الكفر لا لا أنا جاء يتحدث مو في الزمن السابق لو الآن هؤلاء تمسكوا بتطبيقات موسى لا لا ولا هذه كيف من دون الولي لا تتحقق الشرائع ولكن هم تمسكوا بتعاليم الولي في زمنهم دعني أوضحها دعني أوضحها بدقة مولانا أمير المؤمنين قال لو ثني لي الوساد لحكمت بأهل القرآن بقرآنهم هو بدأ حكمت بأهل التوراة بتوراةهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم الزبور بزبورهم القرآن بقرآنهم ولنطق كل كتاب صدق علي بن أبي طالب بهذا المعنى نعم الآن ماذا يعني أمير المؤمنين أنه لو ثني لي الوساد يعني لو استقر الأمر وهذه الحروب هدأت والناس لم يخلقوا هذه الفتن كل الكتب كان أحيتها بالضبط ما معنا ذلك معنا أن الكتب يعني هل بمعنى أنه يقر أهل التوراة بتوراتهم لا الفكرة ليس بهذا البعد الآن المخرج أشار لي بأن نأخذ فاصل طبعا هذا المحور نكمله وهناك محور آخر في غاية الأهمية نعم أنه دكتور أنت تفضلت بأنه لو الإنسان أراد فعلا الوصول إلى الحق لوصل فلهذا هم قصروا في الوصول إلى حق وقصروا في البحث ولهذا وصلوا إلى السراب ولكن دكتور هناك في التاريخ أثبت لنا بأن هناك أناس حقيقة كانوا يعتقدون بما يفعلوا له والمثال على ذلك مثلا الحروب الصليبية المئات والآلاف من الناس قتلوا على قضية معينة هم كانوا يعتقدون بأنها صحيحة واليوم رأيناها في داعش انتحاريون أهل القاعدة هؤلاء كانوا يقتلون ويفجرون إلى أشلاء وكانوا يعتقدون بأن هناك حقيقة يسعون فهل فعلا يخدعون أنفسهم وهل فعلا هناك شك وهم يضحون بحياتهم هذه المحاولة إن شاء الله نأخذها بعد فاصل مشاهدين الأعزاء ابقوا معنا سنعود معكم بعد فاصل قصير وقفت يوما أصير على سفوح الجبال والشمس ينبع نور وجنة من ظلال نديت يا يا جبال أديك أحلى سلام فعاد صوتي وقال أديك أحلى سلام عجبت من لا يكون ولم يكن في الحقول على امتداد المدى إلا أنا والصدى كذاك يا أصدقاء جزاء أعمالنا إن كان خيرا فخير أو كان شررا فشراء مثل ارتداد الصدى إننا نراها غدا إننا نراها غدا حياكم الله ومشاهدين العزاء أهلا بكم مراتا أخرى دكتور طرحنا سؤالا في غاية الأهمية قبل الفاصل أنه تفضلتم بأن هذا السراب في الآية الكريمة خلينا مع السؤال اللي ختمت به هو هذا بالضبط هذا السؤال اللي ختمت به أنه تفضلت بأنه لو كان حقيقة هم صادقون في الوصول إلى الحقيقة لو وصلوا ولكن بسبب القصور فهم وصلوا إلى السراب ولكن ذكرت ماذا عن أولئك الذين كانوا يموتون في سبيل الله وهم على طريق غير الحق مثلا داعش أو حروب الصليبية أو القاعدة وهم يفخخون أنفسهم ويقتلون فهل فعلا يجازف بتضحية نفسه وقتل نفسه وهو يعلم أنه على خطأ أو أنه كان فعلا مقتنع أنه على طريق الحق فإذن هل ماذا عن هذه القناعة ماذا عن هذا الطريق الحق هل فعلا هذا السراب لا هو في الحقيقة لا بد أن نراجع الخطوة الأولى القرار الأول في الاتجاه نحو السراب يعني أول ما تبادر إليه السراب ما الذي قرره أنت الآن ضربت أمثلة ومرة قلت في الحروب الصليبية ومرة ذكرت قضية داعش هؤلاء في الأصل عندما أغراهم هذا السراب واتجهوا نحوه ما هي النواية التي كانت مهما فعلنا نحن لا نستطيع أن نبرر قضية القتل قضية سفك دم الآخر بهذه العجالة وأنه أنا توهمت يا إلهي يعني تذهب يوم القيامة وتقول له أنا توهمت يا إلهي بأن هؤلاء علي أن أجزرهم إرضاء لك هذه العبارة عندما تصدر من بشر هذه العبارة تعني بأن الخالق مشوه في داخله يعني الخالق ليس بصفاته الحقيقية صفات شيطانية هم يسبغونها على الخالق ويدعون فيذبحون الناس لاحب عندما لو الآن جئنا بأي إنسان يمتلك ولو يعني لنقول واحد بالمئة من مشاعر الإنسان نعم الحقيقية مشاعر الإنسان الحقيقية حتى أقل من الواحد بالمئة وتجد ضحيته أمامه وهو ناصب كاميرا التلفزيون أمامه ووضع خلفه شعار الله أكبر ولازم له ستشينوي يذبح هذا الإنسان اللي يعني أسير عنده ومستلب ومكتف ويأتي ليذبحه ليعلن بأنه هذا الأمر هو الذي يرضي الرب الله لا يرضى بذلك مطلقا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن حاربته قريش محاربة يعني شنيعة ولحقته حتى بعد أن هاجر لحقته لتجهز عليه بعد أن فتح الله تبارك وتعالى عليه وتمكن منه قال ما تظنون أني فعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلاقاء بالرغم من أنه منبأ بالوحي بما يحصل عنهم من ارتدادات وأفعال إذن نحن إذا أردنا أن نأتي إلى الحالة الإنسانية فالحالة الإنسانية بنفسها الفطرة الإنسانية بنفسها مانعة عن أنك تواجه مثل هذه المواجهة لو كان الأمر في قتال يعني مواجهة قتال ممكن أنت أن تقول بأن هذا قتال لكن ماذا عندما تأتي بإنسان وهذا الإنسان مجرد أن تتخطفه أن تتأخذه ماذا عن أن تفجر أسواقا فيها أطفال وفيها أبرياء كل هذه الأمور أصلا لا تموت بالإنسانية فلا يمكن أنت أن تخدع الله وتقول له بأنني هذا الأمر فعلته من أجلك نعم أنت تسوق هذه الفكرة لأنه التشوه الداخلي الذي عندك وهذه جدا مهمة أنه لا بد أن نفرق بين الدليل الدليل بما هو دليل بحثي وحقيقي وأنت تريد أن تصل إلى حقيقة معينة وإذا بحثنا في الأدوات للوصول إلى هذا الدليل هل هي أنت عبثت فيها قبل أن تستعملها أم لا يعني بمعنى هل أنت أوصلت الرين على القلب إلى الدرجة التي بعد ذلك يعود عندك السراب ماء أم لا لأنه في الداخل ماذا صنعت الإنسان نحن نراه يعني أنت تراني الآن كيان مستقل لكن أنت ترى الخارج وترى الألفاظ لكن في الداخل ما الذي صنعته بنفسي لا تستطيع أن تصل إليه لذلك أغلب الناس ممكن أن يخدعون يخدعون بالكلمات يخدعون ببعض المواقف تنطلع عليهم لأنه ليس لديهم القدرة على أن يكشفوا التشوه الموجود في الداخل فالبعض خاصة عندما يصل مرحلة الإنسان مو دكتوريس يعني هذا موضوع القناعة يعني إحنا سجلنا أخذه من جانب علمي ومن جانب يعني بعيد عن المشاعر ولكن هذه القناعة هذا السراب كيف يأتي في بال الإنسان لأنك تثبت حسن لها يعني دكتوريس هي المشكلة القناعة لو أخذناها من جانب سايكولوجي هي قناعة تأتي من خلال إما مثلا هذا الموضوع يذكرني بوالدي أو يذكرني بالماضي بموقف جميل هذا الكلام اللطيف الذي سمعته فإذا تدخل هذه القناعة شيئا فشيئا في لا وعي أبدأ أقتنع بهذا الموضوع حتى يعني أنه يصبح جزء من كياني جزء من فكري ومن قناعاتي من دون أي خديعة يعني أنت تشوه الداخل نعم نحن نتحدث عن قضية أكبر من القضية المبسطة اللي هي ممكن يعني تحصل خديعة هنا أو هنا هو أنا كلامي أنه مثلا إحنا أبو مصعب الزرقاوي مثلا أبو مصعب الزرقاوي كان طفلا بسيطا لطيفا ولكن شيئا فشيء ذهب إلى المساجد من قال هذا سمع الإمام وسمع الخطي وسمع الحديث المفبرك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع البخاري والصحاح الستة وإلى أن أصبح هذا الشخص الذي صنع المجازر أنا أقول بأن هذه القناعة لا تأتي بأنه هو فعلا يعلم في بعض الأحيان لا يعلم بأنه مخدوع هذا موضوع السرابي هذه المشكلة الخديعة أنت لاحظ أنت تأتي إلى الرموز الكبرى التي هي أصلا غير مخدوعة الآيات التي بين أيدينا تقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمعان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هؤلاء خدعوا بأعمال الكافرين لكن نفس أعمال الكافرين هذه صنعها الكافرون لاستجلاب هؤلاء فعدنا قادة وعدنا أتباع لذلك بعدها مباشرة قال أو كظلمات في بحر اللجي يعني هذه الأشياء ممكن أن تتولد عن إنسان ظلماني في داخله ظلمة عالية جدا يريد أن يتسيد يريد أن يجعل لنفسه سلطان والابتلاء الأكبر الذي تواجهه الولاية يعني يواجهه المشروع الإله هو وجود أولئك الناس الذين يريدون أن يتسلط يتسيدوا الكبر بدأ من إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين هذا الكبر مفاده أن هناك صراعاً لأجل فرض إرادة معينة لتحقيق سلطة ما هذه السلطة تحتاج دائماً إلى أعوان كيف الآن الممالك الحيوانية دائماً تسعى كلها مثلاً يوجد عندك ملكة للنحل والباقي يخدمون ويأثبون طبعاً هذا المثال الله تبارك وتعالى خلقه بهذا الشكل بالمقابل لا يستطيع الطاغوت أن يكون طاغوته من دون وجود أعوان يجعلون مشروعه قابلاً للتطبيق فأحياناً الطاغوت وكثير الآن من الطاغوت يعيش ويموت من دون أعوان فلا نشعر به يكون طاغوت على مستوى أسرة بالضبط على مستوى يعني مكان صغير في فرع في شارع لكن هؤلاء كل واحد من عندهم هو مشروع طاغوت لو تمكن وأمسك بزمام حكم أو دولة معينة ففي هذه الحالة سيمارس أفعال الطاغوتية بشكل يعني قد يذكره التاريخ بعد ذلك لأنه مشروع الطاغوت عادة بحاجة إلى حواظ الحواظ هم الناس يغريهم بماذا؟ يغريهم بمثل بقضايا مثلاً تشريعية أو دينية وكأنما هو الله تبارك وتعالى اختاره ليحقق هذه القضية كانوا قبل يتحدثون عن قضية الدماء وأن هذا الآله اختارته واختارت دماءه فدماءه شريفة وما إلى ذلك فإذن نحن الآن دكتور أداتي سبحانه نأخذ تصال سعد تفضل سعد من بغداد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خير الجزا أنا وسهلا بك أنا أعتقد من خلال مطابحتي للبرنامج النفخ الدلالي لآية المشكات بعيد بعض الشيء عن المثال الذي يريد أن يتوضحون به أنه من خلال آية السراب لأنه هذا الذي يضع نفسه في دائرة الوهم بحيث يترع السراب هو مقدمة لأخفى الجوانب التي الله سبحانه حد وجل وضحها الهياء وجعله على خصف روع واحد هو وباقي المؤمنين النفخ الدلالي لآية المشكات يقودنا إلى وضوح إلى عيام إلى المثال أنه لا يعتمل أنه يعني يوهم أو أنه نضطي نوع من التبرير يبرر لبسه يعني مثل ما اتطلت حضرتك على أنه هو توهم أو أنه هو احتفظ بهذا السراب أنه ما هذا مثال يبعد عن النفخ الدلالي لآية المشكات وشكرا شكرا جزيلا سالسعد لو سماح لي الدكتور تعليق على ما تفضل به سالسعد طبعا نحن لماذا ندخل في هذه التفاصيل كانت المدرسة الخلافة تريدنا أن نبقى في هذه القراءة السطحية أن لا نتعمق في الآيات لأنه في العمق نجد الحقيقة في العمق نجد منهج أهل البيت ونجد عدم شرعية هذه الخلافات كانت الخلافات التاريخية ابتداء من بعد وفاة النبي استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الأمويين ثم العباسين كان هؤلاء المفسرين مفسرين السلطة وعض الصلاطين يحاولون دائما يحاولون دائما أن نبقى في هذه السطحية في أن لا نتعمق في أن نبقى في التفسير البسيط في القراءة الأولى من هذه الآيات ولكن هناك أمور أعمق نجدها في بواطن هذه الآيات وهذا ما نحاول أن نفعله فكلما تعمقنا في هذه الآيات وجدنا حقيقة جواهر في القرآن جواهر أهل بيت عليهم السلام وطبعا لا نصل إلى كنه القرآن ولكن هذا ما نسعى إليه بقدر الاستطاعة نعم دكتور إذا أعدكم تعليق على هذا الموضوع نعم فالآن الأستاذ سعد أوضح شيء مهم جدا حاولنا بينهم في العتبة الأولى من أنه هؤلاء الذين يذهبون وراء السراء هم بالحقيقة يتملصون أو يخرجون أنفسهم مما الله تبارك وتعالى أوجدهم فيه من الهدى باعتبار أنه المنطلق الأساسي هو الهدى وقلنا بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله ما ترك الأمة إلا بعد أن بيّن لهم يعني لم يتركهم لأنفسهم لو تركهم لأنفسهم واختياراته في هذه الحالة نعم ممكن أنه يأتي أحد ويعتذر نعم ويقول لله تبارك وتعالى أنت أوكلتني إلى نفسي وأنا بالنسبة لي وجدت هذا أمرا صحيح إذن لا نستطيع أن نحاسب أو نقيم حدا أو حسابا يوم القيامة على أحد ما لم يكن لله تبارك وتعالى معيار موضوعي ثابت وواضح وهو الذي يمثل هداه وهو الذي يمثل الإمام المنصوب من الله فالذين كفروا أعمالهم كسراب هذه تأتي في المرحلة اللاحقة الآن السؤال الذي حضرتك يعني من بداية الحلقة وأنت تذهب بإتجاه أنه طيب هذا الذي حسب بالسراب ماء هو ظن ذلك هو اعتقد ذلك هو قام عنده الدليل أخو بعد ما قام عنده بالنسبة إليه الدليل حتى لو كان قام عنده الدليل في نفسه للدرجة التي ممكن أن يضحي بنفسه تيقنا من هذا الدليل هذا يعني بأنه هناك تشوه جعله في داخله يعتقد بأنه هذا هو دليل وهو ليس بذلك القرآن يؤكد على هذا المعنى يقول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذن هناك رين ممكن أن ينشأ على القلب نتيجة الكسب يعني نتيجة ما ممكن أن الإنسان يفعله يغير فيه من دواخله يغير من طموحاته من أحلامه يريد أن يظهر إرادته في مقابل ما يريده الله لكن هذه كلها تنشأ في الداخل فتنشأ رين على المدارك بحيث بعد ذلك يذهب وراء الشبهة ويدافع عنها ويعتقد بأنها حقيقة لأنها متماشية مع هوى نفسه الداخلي الذي لا ظهر نحن ليس لنا علاقة بما يعلنه لذلك القرآن كان حاسما في هذا الاتجاه قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الأخسرين هنا صيغة مفاضلة يعني بمعنى الأكثر خسرانا ألا ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه إذن هؤلاء مع أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه لكن الله تبارك وتعالى يعتبرهم أضل أعمال لماذا؟ لأنهم رفضوا من البداية المشروع الإلهي يعني رفضوا ولاية من نصبهم الله أولياء واتجهوا إلى ولايات من دون الله بدأوا يوالون من لم يقل لهم الله تبارك وتعالى والوهم وتركوا من جعلهم الله أولياء لذلك هؤلاء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزون الله تبارك وتعالى يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم هذا سلوك لماذا يسعون بهذا السلوك؟ يعتقدون بأن الذين آمنوا هؤلاء هم على خطأ وليسوا على الطريقة الصحيح لذلك وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنهم كما آمن السفهاء ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إذن هذا من عدم شعور بأنه هو مفسد هذا ليس معناها نحن نبرر للفساد لازم نسأل السؤال الآتي السؤال يقول لماذا لم يعد يشعر بأنه مفسد هو أحدث تغييرات لذلك أنت تلاحظ بأنه بعض الناس يحدثون تغييرات ويجعلون الباطلة معروفا بحيث تبدأ الناس تمارس هذا الباطل وتستغرب من أنك لا تمارسه معهم باعتبار أن هذا الشيء معروف هذا ليس معناها بأنه يتحول ونحول الحقائق أو نحول المعروف إلى باطل والباطل إلى معروف نتيجة أن الناس تراهوا بهذا الشكل وإنما لا بد أن نعالج القضية هذه نفسها إذا سمحت لي أن أشير فيها البعض من اعتبره بأنه يجوز التعبد بجميع الاتجاهات والأديان والمذاهب والكذا لأنه قالوا المدار مدار الدليل هو استدل وقام عنده الدليل على أنه هذا حق بالضبط فلابد أنه يجزيه الله على هذا الحق هذه القضية يكذبها القرآن ليس لأنه القرآن الكريم يريد أن يحاسب على أنك مادمت قد قطعت فكيف أحاسبك أن تظننت ودخلوها أعتقد بقضية المعذرية والمنجزية في المباحث الفقهية لأن المباحث الفقهية لا تدخل ضمن البعد العقائدي يعني المنجزية والمعذرية لا تكون في البعد العقائدي البعد العقائدي أنت إذا لم تبصر الحقيقة بعد أن بيّنها الله يعني إذا جئت إلى نص يقول من كنت مولاه فهذا علي المولاه وأنت مسلم وعليك أن تطيع الرسول ثم بدأت ودخلت بمحاولة التأويل يعني أنت من البداية اتخذت قرارا ثبت فيه قولا قولا أو مبدأا أنت تريده ليس الله يريده أنت ثبت مبدأا الله تبارك وتعالى لم يريده وإنما أنت تريد هذا الواقع فماذا فعلت بعد ذلك جئت إلى النصوص الإلهية وبدأت تحاول أن تلوي عينانها لتتوافق مع مبدأك وبدأت تختلق لها أدلة اللي هي هاي السراء من اختلقت لها هذه الأدلة بدأت تقتنع بها وتقنع بها الآخر هذا الأمر أنت تقول بأنه هذا هو دليل في الحقيقة الله سيحاسبك على هذا التشويه المبدئي اللي هو أنك تنصب نفسك من البداية مؤسسا للمبادئ أنت عليك أن تكون خامة عندما تريد أن تدخل إلى الدين وتقول أنا آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليك أن تنصاع إلى التعاليم الإلهي مو بعد ذلك تقول هذه التعاليم غير دالة غير قاطعة على ولاية أمير المؤمنين ثم بعد ذلك تبدأ بإنتاج مشروعك الخاص ثم تبدأ بعد ذلك بمحاولة تقويض القراءة أو التأويل الصحيح لهذه النصوص وتختلق نصوصا أنت لا حجة لك على أن أنت تقول بأن هذا المبدأ اتفق عليه الناس من قال لك بأن الله يمضي اتفاق الناس الله تبارك وتعالى في القرآن يقول هكذا يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله كيف الذي يؤسس هذا التأسيس قرآنيا بعد ذلك يترك الأمر بيدك الآن إذن ليس قضية أنه هذا ماذا يعني هذا يقول بأنه اعتقد بحيث بدأ أمامنا يفجر نفسه نتيجة هو يفجر نفسه ولا ما يفجر نفسه هو بالنتيجة الأخيرة في داخله أمر مخفي عنه لا نعلمه تشوه معين الآن أنت إذا جئت بشخص لديه عمى ألوان لا يستطيع أن يميز الألوان وتريد أن تقنعه بهذا اللون مثلا أزرق هو لا يراه أزرق هو يراه مثلا رماديا ماذا تفعل؟ تبقى تحلف له ويحلف له؟ أتصح أزرق أو يصح أزرق؟ المشكلة أين؟ المشكلة هو عند الحاسة المدركة فيها خلل الفارق أنه مرة هذا التشوه الإنسان ما عنده تقصير به هو ولد هكذا وأحيانا لا هو يشوه خلقة الله ويغير نتيجة الرين ونتيجة الطموحات الخاصة به وبعد ذلك يبدأ يقول لك بأنه أنا وجدت الدليل بهذا الشكل لماذا لا تفحص الدليل؟ من قال لك بأنه أنت عليك أو حتى علي أن أتجه إلى الله من دوني أن أبدأ من نقطة الصفر وهي أن أتلقى ما يريده الله من قال أننا لن نحاسب على اتباعنا وتسليمنا أنفسنا إلى الآخرين بدون شريطة يعني بدون فحص يعني أنا الآن أتبع الرسول بعد أن يثبت لي بأنه مبعوث من الله باعتبار أن الله يأمرني بأن أتبعه هذا هو المبدأ الديني لكن لماذا أنا أتبع تفسيرك أو أتتبع تفسيري والله تبارك وتعالى لم يأمرك بإتباع تفسيري إذن الدعوة الحقيقية يجب أن تكون دعوة لأنه نخضع لحكم الله صحيح مو أن نؤسس حكاما ثم بعد ذلك نقول بأنهم حاكين عن الله وهذه المشكلة دكتور يعني إحنا اليوم مشكلة حرب التفاسير وحرب التأويلات اليوم نحن مشكلتنا اليوم في تفسير الإسلام الذي وصل إلى نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل مذهب يقول بأن تفسيري لما نزل على محمد هو الصحيح ولكن هذا بالتالي كما تفضل يؤدي إلى السراب فأين هو التفسير الحقيقي فأين هو أن نجد الماء الحقيقي هو هذا المشكلة أنه أين نجد هذا التفسير وأين نجد هذا الماء الذي يروي العطش التفسير الحقيقي بعنوان الكشف عن حكم الله ومراد الله الله تبارك وتعالى يعين له من يبين هذا الحكم لذلك قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه في المقابل هناك جزء أو شق أو قسم مما أنزله الله يبين لنا بأنه علينا أن نتبع من يكون بحوزته التفسير والتأويل لذلك قال وَمَا يَعْلَمُوا تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمُ هذا المعنى نستطيع نحن أن نفسر الشق الذي الله تبارك وتعالى بيّن لنا فيه ضرورة الرجوع فإذن كل الناس قاطبة لديهم من النص حصة وهي أنهم يتدبرون النص ليصلوا إلى مرحلة أن يدعون أو يتجهون إلى من بيده التأويل لأن المحكم من الكتاب المحكم من الكتاب يشير ويبين بأنه عليكم أن تتجهوا إلى الراسخين في العلم هؤلاء نصبوا أنفسهم بدل الراسخين في العلم ومعد ذلك انطلقوا في فضاء النص يعني الآن عدنا لنقل بهذا المعنى تنزل عدنا قسميا من التفسير نعم القسم الذي يفسر القرآن بالوجه المحكم منه والداعي إلى وجوب الرجوع إلى المفسر المختار من الله المؤول المختار من الله فإذن عندك مرتبة بين التفسير الناص اللي هي آيات محكمة كمثل الآية التي ذكرناها من أنه الله تبارك وتعالى أنزل الذكر إلى الرسول ليبين للناس هذا من أجي أن أفسرها باعتبارها آية محكمة توجب أوجب على الآخرين بأنه عليكم أن ترجعوا إلى الرسول في القرآن لو سألتني أنت وقلت ما حكم الله تبارك وتعالى وما تأويل الآية الفلانية أقول لك عليك أن ترجع فيها إلى من يبينها وهو الرسول ومن يقوم مقامه أي الراسخون في العلم فإذن يوجد عندي قسم اللي هو من حقي أن أتحرك به وأتدبر اللي هو القسم الذي عندما أتدبره يعيدني إلى الرسول متى ما أذبت المسافة بين هذين القسمين وبدأت أتجرأ على تأويل الناس في القسم الآخر اللي هو من مختصات الولي وبدأت أنا أنصب نفسي منصب الولي هنا ضاعت الحقائق وهنا المشكلة الكبرى فإذن كل من هم عدى المعصوب أو من هم عدى الولي إذا لم يراعوا الحدود في النص ويقولوا بأنه نحن ليس علينا أن ندخل في متشابه الكتاب متشابه الكتاب مسؤولية من؟ مسؤولية الولي هو الذي يبينه مسؤولية الراسخين في العلم هم الذين يبينونه في الدقيقة الأخيرة من هم الراسخون في العلم؟ هم محمد وأل محمد بالضبط هم المعصومين الأربعة عشر يعني مولانا رسول الله صلى الله عليه وعليه مولانا أمير المؤمنين مولانا الصديقة الزهراء الإمام الحسن الإمام الحسين أصحاب الكساء ثم التسعة المعصومين من أصحاب الحسين هؤلاء فقط كلامهم يعتبر هو عين مراد الله غير هؤلاء غير هؤلاء غير هؤلاء لا بد أن يكون كلامهم حق في حالة أن يدعون إليهم في حالة أنه يدعون لأنفسهم ويبينون آراءهم تتحول القضية التفسيرية إلى تفسير بالرأي ويكون من حتى لو أصاب الحق فقد أخطأ شكرا جزيلا دكتور على هذه الإضاءات شكرا جزيلا إن شاء الله نكمل هذا الحوار في الحلقات القادمة مشاهدين الأعزاء في الحلقة القادمة إن شاء الله نتناول الآية القادمة أو كظلمات في بحر اللوجي وإلى آخره وهي تشير إلى الظلمات التي تعمي الناس وتبعدهم عن طريق الحق حتى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا